آخر المستجدات هو موضوع التخصيص المالي اللي سيرد إلى المحافظة أو ربما ورد بعض منه إلى محافظة نينوة طلبت منا محافظة نينوة أن نرسل قوائم بأسماء المستحقين جهزنا الأضابير وتم تدقيقها وإرسال الوجبة الأولى منها اللي هي تقريباً 470 أو 478 إضبارة إلى ديوان محافظة نينوة أعلن هذه الأسماء على موقعنا اللي هو موقع لجنة الفرعيلة تعيذ المتضررين سيتم الاستمرار في إرسال هذه الوجبات كل ما طلبت منا محافظة نينوة إرسال وجبات جديدة أطمن المواطنين أن المبالغ إن شاء الله سترت قريباً وسيتم المباشرة بالتوزيع هذا جانب أدعو كل من لديه ضرر خصوصاً فيما يخص الشهداء والمفقودين والمصابين إلى الإسراع في مغاجعة مؤسسة الشهداء في محافظة نينوة أو اللجنة الفرعية لغرض تقديم طلبات التعويض لهذه اللجان حيث أن مؤسسة الشهداء أرسلت كتاباً ينص على إيقاف استلام طلبات المتضررين لهذه الشريحة بتاريخ 9-8-2022 بعد هذا التاريخ لن يتم استلام أي طلبات خصوصاً اللي كان ضررهم لغاية عام 2017 ما بعد 2017 هو خارج مضمون هذا الكتاب هذا الجانب كما أعيد وأكرر الدعوة لمحافظة نينوة أن يتم التواصل مع وزارة المالية لغرض المطالبة بآلية محددة لصرف مبالغ التعويض الخاصة بالمتضررين ما قبل 2014 واللي وردت ضمن الأموال المجمدة في السنة الماضية